ولمناقشة الملف السياسي مع نظيف النشر المسائية من بغداد السيد واثق الهاشمي المحلل السياسي أستاذ الهاشمي أهلا بك سيد الهاشمي هل تسمعني؟ دكتور واثق تسمعني الآن؟ صوت بعيد لا أسمع شيء تسمعني الآن بشكل واضح؟ أنت على الهواء الآن؟ نعم نعم أسمعك واضح أهلا بك يعني بداية موقف الأعبادي يعني من الواضح أنه لا يحسد عليه فهو يعني هناك حيرة ما بين مطالبة النواب باستجوابه إن لم يقدم الكابينة الوزارية الجديدة وبين تصعيد التيار الصدري في هذا الوقت ما هي خيارات الأعبادي؟ شكرا جزيلا المساء الخير عليكم المشاهدين الكرام فعلا سيد الأعبادي في وضع لا يحسد عليه في ظل سراع في داخل التحالف الوطني سراع كبير جدا والآن هناك خلاف داخل تحالف القوى وهناك خلاف داخل التحالف الكردستاني السيد الصدر يضغط باتجاه حكومة تكنقراط من المستقلين وهذه كانت رغبة العبادي لكن العبادي يصطدم بالكتل السياسية التي لا تقبل والتي تتمسك بالسلطة التنفيذية وتريد أن ترشح مرشحها يوم أمس كان هناك انفراج في الأزمة ليلا لكن قبل قليل أنا أعتقد هناك مزيد من التعقيد خاصة بعد سحب تعالف القوى العراقية استقالة وزيري التخطيط والزراعة لأن هناك جناحين في تعالف القوى جناح السيد النجيفي والجبوري فضلا أن هناك بعض المعارضين في داخل التعالف الوطني حول هذا الأمر هناك ثلاثة لجان للاختيار لجنة الصدر لجنة وزارية للسيد العبادي وهناك لجنة التعالف الوطني برئاس السيد هاد العامري والسيد فالح الفياض والسيد حميد معلة كان هناك زيارات عديدة مسؤولين لكن لم يتم الأمر شيء ولا يحسم شيء نعم لماذا لا يخرج العبادي ويقول صراحة هذه هي الكتل التي ترفض التغيير هذه الكتل التي تأغف عائقا أمام ما يطالب به العراقيون من تغيير وحكومة إصلاح أنا أعتقد وفق المعلومات التي أمتلكها ويمؤكدة أن يوم الخميس القادم سيدها بالسيد العبادي بأسماء الوزراء الجدد وسيعلن أمام البرلمان رغم رسائل وصلت إليه من كتل سياسية في داخل البرلمان أننا لن نصوت لك ولنكون هناك توافق لكن سيعلن الأسماء وسيعلن بصورة علنية أسماء الكتل السياسية التي ترفض التغيير وبالتالي سيكون هناك أمر آخر ربما تصعيد جديد من السيد الصدر الذي هدد بدخول مجلس الوزراء والبرلمان العراقي في حالها عدم التصويت على الوزراء طيب بالنسبة للتيار الصدري أستاذ الهاشمي أنه يستبعد المشاركة في الحكومة الجديدة يعني خصوصا ويؤكد أنها ستكون ربما شبيهة بالحكومة الحالية برأيك ما هي احتمالات بقاء التيار الصدري في الحكومة الجديدة وبمعنى أصح إلى أين يتجه التيار الصدري يعني الرغبة ليست التيار الصدري لكن رغبة كل العراقيين وكهناك رغبة للسيد العبادي أن تكون كل الكابينة الوزارية من المستقلين التكنقراط غير المرتبطين بأحزاب لكن الكتابة السياسية لن تقبل وبالتالي كانت تير الصدري يوم إلى بيان واضح لن يشترك في هذه الحكومة لكن هناك متغير دائما ما يكون في اللحظة الأخيرة في المشهد السياسي المعقد منذ 2004 إلى الآن قد يظهر اللعب الخارجي ليضغط باتجاهات أخرى في الساعات القيلة القادمة وهنا نتساءل عن لقاءات واتصالات يتم الحديث عنها وهي عبارة عن لقاءات من قيادات إيرانية مع التيار الصدري السؤال هنا إلى أي مدى العامل الخارجي سوف يتدخل لرأب الصدع الجاري في البيت الواحد ضمن التحالف الوطني أنا لا أتكلم فقط عن البيت الواحد أنا أتكلم عن بيوتات ثلاثة مختلفة السياسة العراقية تعودة ودائما أقول السياسة العراقية لا يزال قاصرا ويحتاج إلى وصي وهذا الوصي دائما ما يكون لعبا خارجيا لويسام في تشكيل الحكومة في تشريع قانون هناك تدخلات خارجية بدأت على الخط في الساعات القيلة الماضية على مختلف الكتل السياسية من أجل لملمة الأمر لكن السؤال هل سيكون الأمر في مسارات الواقعية حتى السيد الصدر لديه تقاطع الآن مع الجانب الإيراني ويرفض استقبال عدد من الوفود التي حاولت الاتصال به لكن لم يقبل لحد اللحظة يعني سؤال أخير أستاذ الهاشمي أثناء زيارة بمعنى صحة واقتحام أو دخول سيد مقتضى الصدر إلى المنطقة الغضراء القائمين على هذه المنطقة عسكريا كان هناك استقبال كبير وبحفاوة البعض اعتبرها رسالة يعني برأيك هذه الرسالة لمن يعني الرسالة أنا أعتقد من الجيش يريد أن يكون بمنأة عن أي تصادم مع الشعب وبالتالي لا يريد أن يكرر تجارب سلبية ويرد أن يتخذ من تجارب إيجابية حدثت في بعض الدول العربية الشقيقة في أن يكون الجيش مساندا إلى الشعب يكون عامل لتخفيف الأزمة وليس عامل للتصعيد يكون أداة للتفاهم وليس أداة للقمع وهذه الرسالة المتعددة إلى كتل سياسية مختلفة فيما بينها كانت تراهن على ضرب المتظاهرين وأنا أعتقد هذه الرسالة كانت إيجابية إلى حد ما نعم دكتور واثق يعني الآن الرئيس الوزراء حيدر العبادي يلقي كلمة ويدعو فيها إلى التغيير هل من مفاجآت قد نشهدها من هذه الكلمة؟ أنا أعتقد قد يلمح أن هناك صعوبات بالغة يواجهها خاصة وفق المعلومات التي كانت قبل قليل أن هناك بعض الكتل غيرت مواقفها من السيد العبادي وبدأت تتجهب اتجاهات جديدة قد يتضمن السيد العبادي تهديداً مبطن إلى الكتل أو قد يكون أكثر شجاعة وجرأة في أن يحدد أسماء الكتل التي لا تتعاون معه إذن من بغداية كان معنا المحلل السياسي السيد واثق الهاشمي شكراً لانضمامك إلينا